ياني كنيان كيف كيف ملوين تردت وضرب ذيكا مع وسامة الحديدي ترد بخيرا برشا كيف كيف تفكرت أنا أوبوكو مع السياسيس تردت له وبياكو القالي فخر الدين معتي زيه يعتقد لا بالعكسي سليه هراني اتعاطفت مع النادي الافريقي مش ميفهمونيش بالغارة طمعني ده العياري زيادات الضرب ده العياري اذي نعرفه ويت كيف يخبرك أما ليه نحكي لك معتنى شي شي يخذوف بصوص الخايب هراني تعاطفت مع ملعبية النادي الافريقي نحكيه على الأيام الخلانية العويم الخلانية ذول يشوفنا معكو كون انتي عين وكهو إن شاء العين تارت أما ليه لطف على أخي كمية بالخلين مركز بارشا مع مع معز حسن ليه مسكين أليه أنا الحمد لله معنتها مركز مع عم ناول معنتها شوفي جنقلك لا لا ما حكيتش عليه جملة معز حسن رويجن قلك مشي طالي تعنيسي كمية عم ناول تعذى بباساجا فيت واضحين والناس كل معنتها الفنيين لكل أجمعوا إنه معنتها تعذى ببريود خايب فنيا نحكي لكن عنده حاجة تحسب له معز حسن من الملعبية اللي عمره ما يجيبك تسمعش تصريح معز حسن جيبك رونيوكور ولا صحافي وذيك البيعي معنتها الحقيقة وهذا نرجعه من رخرة قبيلك حكينا على مهدي النفتي نرجعه من رخرة الفورماشيون للبر معز متكون البر دونك معز حسن بالحاجات التي تحسب له وإنه معنتها إنسان معنتها عمره ما يجيبك جواباً على سؤالك بحفظ يوكت أحسن ما تش عاملوا مع المستيح أنا لعبه نهار السبت لحد والاثنين ما كنتش موجود مش في تونسي دونك إن شاء الله العشية نتطل عليه دايارة ما كلمت الدكتور قداش مر أنا أقول رأي الخاص معتها رأي الخاص لحقيقة أنا باحترامات الغيث اللي يفرني معز حسن بش يخلي بلاسة كبيرة للنادي لفريك باي خلق نقدم شوي هو تارش سمحني في تونسي دونت تارش نوع اللي غيظ اللي صابها متاع معز حسن إنه طفل بدا يلقى في اللي روپير متاعه بدا يرجع كمعز حسن متاعه خمسين لتالي بوه مازال ذكر لكن أحسن ماتش يمكن عمل من يجال لكله بداي أنا قتلك بداي ماتش باجا معناتها عمل كان موجود ثم دي بارات حس فيه رفليكس متاعه ورجعله ماتش المستير ثم الكورة اللي اللي راس راس اللي مبعد زفروه هورجو اوكي أما الاكسيان كملت شفت الرفليكس متاعه يكمنس ارتروفي اللي روپير متاعه انا قبل يعجبني مش موضوعنا لولي تخين تعديه جو سباركي هاو يقبل لين مثلا يعجبني شكري لوي عريت لركام بتاع معز حسن راولتكو وديفونسور كي يخرج شكري بساقي نحكي لك نحكي لك نيلي قرديا حتى ميسيرش توقوتك كينا ربيش فيه هما قلت يخرج 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 راهم ما في أزمة الكل هاتبعت واضح حيط نحكي لك فخر الدين من لو ما تسمعش برشة السود ما وصلش خلينعود ومسيرش نحكيه على الاتحاد يا بنجردين قلت لك التعادل مع الملعب التونسي ما ايش نتيجة مخيبة باش تخلي فريق يبدل المدربة متاعه والله يصحي خاصة اللي هنا باش نحكي الفازل الاخرانية كل مش حتى تعادل مع الملعب التونسي اكيد الفازل الاخرانية متاع انتصار وزوز تعادلات تنقل وتعادل مع مستقبل سليمان وتعادل الملعب التونسي خاصة الملعب التونسي فريق نشوفوينه فريق ممتاز ومحترم ومحترم جدا دونك هذا هو ممكن في وقت من الوقات اسلام نجم مع الظروف اللي توفر مع برشة حاجات نشوفوينه نجم تكون الخير للناس كل فهمتها هذا هو هذا اللي سار بالنسبة لي أنا التجربة أكيد تعلمت منها برشة حاجات تجربة فعل حاجات الإيجابية وفعل حاجات سلبية وهذا عادي من كل تجربة اليوم وني دونز الانسيتيازيون المكتوب وفاة بين اتحاد والرقدان أكيد نحب نشكر برشة الهيئة السيارية اللي تعملت معها معت الناس محترمين نس من أعلى مستوى الناس بالرسمي معناتها اجتهدت برشة تعبت برشة وعشنا ثلاثة شهور مع بعضنا في ظروف أكيد سيصير أنه في كل جمعية عادي أن نكدبش لقاء دي سيتيازيون أونيلا دي زونترونير باش نحاول نحلو لسيتيازيون هذهم ما ما يكونوا كيما قلت لك معناتها بالنسبة لي أنا معتز برشة بالتجربة مع اتحاد بن جردان وهذا هو وسلت مرحلة أنه في المكتوب أكيد نتمنى التوفيق للاتحاد بن جردان في بقية الموسم وبالنسبة لي أنا أكيد عادة ما تنعود لحظات تأمل ولحظات مراجعة الفترة الأخيرة وإن شاء الله نرجع الميدان في أقرب الأجيال إن شاء الله مش مشاكل فنية مشاكل إدارية خطر مشغرافية اللي في بيلي أنا حاطة مساء تنويزيان الأخرين هل يفهم عملوا نهارين مترين وشغراف والله مختار شكرا لك أنا من هنا ممكن ممبر هذا بشكل حاجة واحدة بركة خاصة للجماهير والميسورين في بن جردان لازم يلتفوا أكثر رأي الفريق متاحهم اليوم صحيح في معهائة السيرية قاعدة تجتهد وقاعدة تقوم معناتها بأقصى ما تنجم تقوم به لكن لازم اليوم صراحة وقفة الرجالات الاتحاد الرياضة في بن جردان الموسم ما زالتويل اليوم ما زلنا إلا في بداية موسم معنا سبع مقابلات الفريق متاحهم معناتها نشوف أنه عنده إمكانيات معناتها عملنا انتدابات لازمة موجودين أكيد الفريق ما زال بشتتطور لكن نحكي من الأمور المادية لازم الميسورين في بن جردان والجماهير العريضة الاتحاد مع طرق جردان وخرجت حتى صورة على الفيسبوك كيفاش قبلت وكيفاش عاشتها وقت الفترة ذي فمش كنقال لفخر الدين تنحى ورجع أنا وقت حتى كلمت قتلي لأ ومش تقضي تحاجات فمش كنقال حتى نحا لولك رهبة أعطين انت تفاصيل على الفترة ذي خاصة من فخر الدين ولا شو لك ونحبش ندخل فها بالنسبة لأنا وقت اللي وصلت المرحلة أنه لازم كي سواء من ناحيتي أنا وإلا شوفنا أنه مصالح أنه من نجموش نكمل الفترة هذي هذا هو في المكتوب احترامتي لجميع مكونات التحاد رياضي بن جردان مرحلة وأكيد تجربة نعتزبها ومنحبش نخوض أكثر في التفاصيل الأخرى هذا هو هذا شخص لك لديك سؤال نحن حاجة بركة بخري ونعرف السيطوية وعشت بريود معاكر في بن جردان ونعرف الملعبية اللي جيت لاتحاد بن جردان الحقيقة اللي نعرف كما نفس الوظائن في النجم الذي سهل وكان الملعبية ما كانت كما أقول وما مش حاضرين نحقيقة لأن ونت تقبلت هذه ملغرية معنات اليوم الكونتور كما رجع يمركي في بن جردان عملت تعادل في دي بلاس مع سليمين جبت نقاط مع التطوين واليوم مع فريق ملعب تونسي وفريق محترم ومع حاجة ما نسول نحاول نقطة من الكليب وكان عادة مبارات كبيرة أنا ممكن أنا حتى حكيت مع فخري قتله المردود اللي قدمتوه ضد النادي افريق عندك زرو بوان الملعبية مرالمو بالرغم يخدم في كونديسيون ما يجمي اتباق الناس كل في النتائج السلبية اللي عملتهم بداية الموسم كنت موثق فيك أي من الشندول وقال كان عاطفي الثيقة يعرف الميكال اللي عملت مع اتحاد بنجردان يقول العبيدي اللي عندك كما نقول صداقة كبيرة بين الشندول واليوم على الشنحية مثلا بالإكزام والله يجي قل لك مروين اليوم مدربين نبش نحكي على صداقة مع مسؤولين رأوا نتائج الوحيدة اللي تضمن لك أي حاجة اليوم العمل المتاعك هو الحاجة الوحيدة اللي تضمن لك اليوم فترة الاولى اكيد انا نقسم ممكن التجربتي مع اتحاد بن جردين لزوز فترات الفترة الاولى اللي ممكن الفترة اللي لقينا فيها صعوبات كبيرة خاصة من انه الفريق متاعنا مكانش جاهز فيزيك وهذا مهم جدا رجعنا كما تعرف مقابلة ممكن نحنا نحكي على نقطة مقابلة الافريقي اللي بالنسبة لي معنويا رأوا الفريق متاعنا تمس بصفة كبيرة خاصة خاصة بش نحكي لانيا على الفترة الاولى نحكي لك اول اربع مقابلات رأوا كنا ممكن خمسين بالمئة من الفريق كنا نلعب باللاعبين شبان من ابناء النادي ما كانش عنا الانتدابات ما كانش متوفرة اللاعبين ما كانوش متوفرين اليوم نحكي على اياد موليد الفين وستة ريان كنا ممكن نلعب باللاعبين اللي كما قلت لكن المتدبين متاعنا مكنوش جاهزين وخاصة وخاصة والاصعب في هذا الكل انك انت بدنيا مكن جاهز اليوم ممكن بدنيا مكنوش جاهزين خسرنا نقطة مع نادي الافريقي لعبنا ثلاثة مقابلات نحكي على تنقل الاسفاقس نحكي على الالامبي اللي هو متصدر الترتيب الكم في الفريق النقص العددي في المجموعة اذاك عليش ممكن ثلاثة هزائم يصار وقتها مع الظروف في اسبوع مع النتائج مع تمسينا معنويا وعديد من اللاعبين تمسوا معنويا خاصة من اخسارة نقطة النادي الفريقي لكن هذه المرحلة الأولى وبعد المرحلة الثانية بعد الترف رجعنا المتدبين بتاعنا خدمنا اكثر اليوم نحكي لك انا بش نعمل مقارنة بسيطة بين اربع مقابلات في الاربع مقابلات قبلنا ستة اهداف اليوم والحمد لله بعد ما خدمنا رجعنا بدينا موتعرف مختار خاصة اليوم كي بش نحكي وانا كده بشتبنا فريق رأو اذا كان ما تبنيش متدفاع ويكون عندك دفاع صلب وتكون عندك منظومة دفاعية صلبة رامضة مش تقدم اليوم والحمد الله لعبنا مقابلات مستقبل قابس انتصرنا مع سفر لعبنا مع اتحاد تطوين انتصرنا سفر لعبنا مع سليمان في سليمان معدت عدلنا سفر ومع المال عبتونز عدلنا سفر لانا اربع مقابلات وربع عظم والحمد الله معدك المنظومة والتماسك اليوم نحكي لك حتى في ثلاث مقابلات الاخيرة سكندر العبيدي ما كانش متواجد ايمان محمود ما كانش متواجد نحكيه على خميس المعواني تواجدت معايا كان في اخر مقابلة بنجا المحترف زاد كيف كيف تواجد معايا في اخر مقابلة غازي عبد الرزاق تحصل على انظار ثالث عليش قلت لك انكد المجموعة باش تكون متوفرة معاك كلها وباش تبدأ تخدم على الوتوماتيزم اكثر لكن بالنسبة لي انا اكيد فم عديد من الحاجات الايجابية اللي ابنينا رغم الظروف ورغم اليوم احنا كمدربين كما قلت لك رأى مهم جدا ان احنا بشتحاته في دي سيتيازيون بروبليم واحنا قاعدين نحلو من المشكلة لكن الرزولتها بهين طوان انت قاعد به طوال الله فالترتيب معناك مسلح لو كان بوش النقطة يكون أفضل من النوار يعني مع استاد الحقيقة كيف مع امر وين استاد مختار تحب نقول لك حاجة بالنسبة لي انا وحتى بشهاد معادها مسؤولين اتحاد بن جردين ممكن اه كان جاء المنظومة احنا القديمة يوم اش نحكي لك انك انت في اتحاد بن جردين راو بش تاخو حقك فقط مه مانيش حاش تيب اكثر بالزيت انا اكد لك الاتحاد بن جردين اليوم بنقاط يكون متواجد في المراتب الاولى الاولى الثاني ثلاثة لا ستقن انا نحكي لك اه مقابلة اه نحكي لك عالى ضربة الجزاء اه ماتنجم الحادرها المنسيري زيادة الاتحاد الرازي المنسيري ضربة جزاء خيالية الاتحاد الرازي المنسيري مستقبل السلمان كيف ضربة جزاء في اخر خمسة تقايق نحكي لك انا صدقا كان جاء انا ما نحبش ندخل انا ما نحبش ندخل في التفاصيل اما نحكي لك على الاقل انك انت بشتاقو حقك مع منظومة اتحاد بن جردان اه معنطها الساه الياسر انه يتظلم. خلافة المواسم. هو للاسف للاسف في المقابلات الاخيرة يضم لكليكي بصراحة اه شفت انه اه فما ظلم. واكبر دليل اذا ضرب الجزائي بتاع الاتحاد الرياض المنستيري بصراحة كان ضرب الجزائي ممكن خيالية. بتنجم ستزفر ضرب الجزائي بطريقة ذيكي. ان اكد لك فما كانوا نجم يكونوا متواجدين وحق اه اتحاد بن جردان. اليوم انا اشنو بش نحكي. المهم بالنسبة اللي انا. اليوم اخذينا فريق والحمدلله وقت اللي بدت الجاهزية البدنية وقت اللي يقينا الوقت خاصة وقت اللي يش نخدمه. راو يجي نقول لك. راو تحكي على عشر ايام قبل مقابلة النيد الافريقي. راو انت تحكي على اه براتيك مو عشرين ولا خمسة عشر يوم قبل مقابلة النيد رياضي سفاقسي. اه اللي بالنسبة لان مقابلة النيدر اسفاقسي. من بعد بعد ثلاث ايام تلقى روحك انتي بدنيا ما كزاز. ومستنزف بدنيا في مقابلت اسفاقس في اسفاقس خاصة لقنا صعوبات بدنية في زوز مقابلات اللي بعدهم اللي هم مقابلت لونبي الباجي. في ظرف ثلاث ايام وهم مقابلت خاصة الاتحاد الرياض المنسيين. لكن الاداء اللي هنا يبش نحكي على الاداء. اللي كنت فرحان برشب الاداء متاع العيبين متاعية. العيبين راو نحكي لك على العيبين شبان. راو نحكي لك والحمد لله اليوم اه اربع مقابلات. هي مطلق اللي خروجك بكري هكا. مش هو استقال هو منا هو شوف تحب ويعمل. ايه. لا مش معنطا يبدو نطر مطر راضي معنطا هو 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 بتراضي هو هو بتراضي. خطت معلومة اللي عندي انه هو بيد ومعنتها معاش مرتاح. هذ هذ هو هذ هو استاذ خطر اليوم مقتل توسن المرح. ولينا عرفو عليك توباها مع اي مشان. لا 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 ما انا بالنسبة لينا نكن كل الاحترام شوف من عرش حيح والله انا معلومة اللي من بنجردان انه حبوه يقحت. لكن هو ما عندها الظروف والواحد اه. هذا وهذا عالش قطل الخطر. ممكن احنا في ظروف. قتلوا بكري. استاذ في ظروف في ظروف اسوأ وكنا منهازمين في ثلاثة مقابلات والحمد لله الناس شافت الخدمة بتاعنا وشافت ان احنا ما تكون نجمه اذا كان حابه يستغنى عليه كان نجم يستغنى عليه بتعلت النتائج. كنت نجم نخرج. هذا. دونك اليوم مقتل وسلنا المرحلة انه ممكن شوفنا اللي فهم الظروف ما نجمتش تتوفر في الاخر بالكليكي مما صلحت الناس كليكي بالنسبة لي انا. انه اه تصير الاتفاق. الاتفاق بالتراضي. من حبش ندخل. ما نحبش ندخل برشا في التفاصيل بالنسبة لي انا كمدرب عادي جدا اني انا باش نتعدى بدي سيتيازيون بروبلم يلزمني الرؤل المتاعي اليانا نحلو اليوم راو المدرب التونسي. موش موضوع اطيران بركة. او يزمك تحل الجميع. لو نحكيي لك انا اليوم مدرب. تدخل حتى في السكنة. عادي 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 انا كده باش تتعامل مع وضعيات وتحاول تحل البروبلم هذوما. في الاخر بالكليكي ممكن اه في المرحلة هذي انا نشوف انا راييان الشخصي. نشوف انه هو البيان بتاع الناس كليكي. انه اه نغيره الاجواء. وانه اه نجي واكيد جماعة التمانيات. انه اه الاتحاد الرياض البنجردان. حتى تتحصل نتاج من بعد انا بالنسبة لي انا بالعكس. نفرح لهم خاطر شفت ناس محترمين. تعملت مع ناس من اعلى مستوى. تعملت مع ناس اليوم نحكيه لك انا اه الهيئة السريح هذي المتواجدة مع ناس نضاف برشا. نتمنى لهم التوفيق. ونتمنى لهم ان شاء الله اه تتحل المشاكل. وات حاد بنجردان. اه تتحصل النتاج بتاعه. كمان بن خليل اسهل حل الضغط يتنحل مدربة. ديما ما على اسف معنات. ديما ان انشخش معنات هالا سوليسيون البلو فاسي. ناحية مدربة كان رجل نفسية اللي يحكيوا عليها ومانيش عارف شنوه رجل ارضية مش نفسية. كان معنة لحقيقة امر مزعج ومؤسف انه يتنحل مدرب كيبدا هو مش مسؤول. والله يطوك كما قالك كان جاء تزمة نتائج ولا ملاعبين ما مش راضين عليه ولا واضح انه مبناش. سمعت وش قالك? قالك ابنينا منظومة دفاعية. يعني كل مدرب فهم روحه. طوحنا مثلا نعطي اكزامبل بيتونية اللي تجربته لتدريبية اكبر منا وكان في الريال. ويحكي نفس الكلام اللي يحكي فيه. قل كان عملت منظومة دفاعية. نبدأ بها ونقدم القدام. يعني الراجل يعرف ش قاعد يعمل. نجي وآيا بسلامة ميرسي بكو. بداية نتيجة. معناتها النادي الافريقي متعادلين ثين ثنين. ندي صفيق سي كيف كيف. ملعب تونسي انتصار يعني بالنهاية معناتها في وسط الترتيب. تيوليو جي تشوف الظروف سي كمين وبعد يلو معلم المدربين. وهو واحد شخرة. وجي تشوف. كما قالك المدرب بياويلو. بشي خذ حذر ما تشوف. بشي عرف الفورماسيون اش كوم بشتابت. اسكو الملعبية خلصين ولا اسكو ذيك اريق دمليه حكري ورود دار ولا معناتها. تلع عشن هي ومبعد شنو هذير كل يحبوك تعمل نتائج بها وانتي لابروف انتي حتى كي ناس ما ننترونيو عن اولمبيت باجي. بعد اربع فيكتورات. قالك ما فهميش فلوس. مم. شنو تحب معناتها اليوم. هو حتى فقريك حكيت معه قالي مروين والله التمنيت. قالي اخر ماتش هو عارف روح قالي تمنيت نربح ماتش استاد ونخرج على روح. خرج معتها بتعادل ما تمنهيش هو حبه تمنهيه برمح. حبيت حبيت نكمل معتها بانتصار هذا ما فيه. كنت بش تخص في كل الحالات اخوة دينا. ما فيش ادلشك. ايجا قول لك اسلام باش ما نعملوش بوليميك. اليوم بالنسبة لي انا. والحمد لله معتمال الاتار الفني اللي كن موجودين معنا. بدينا نخدمه وبدينا نبنيه في فريق اليوم حداش اللاعب في اتحاد بنقردين. فيهم زوز لاعبين فقط من موسم الفارط اللي هو اه غازي عبدالرزاق والحباسي حسين الحباسي. اليوم تعمل حداش انتداب. سكي يصير انه خاصة اليوم نحكيه على التنشيط الوجومي. اليوم بدنا نبنيه خاصة في المنظومة الدفاعية اللي قلت لكم علاها. وانا كنت متأكد ممكن في فترة من فترات كان اتحاد بنقردين يكون رقم صعب ونتمنى ولو انه يكون الرقم صعب خاطر اليوم نحكيه على اه فريق فما اللاعبين بامكانيات اه طيبة ومكانيات طيبة لكن ممكن الحاجة الوحيدة اللي كانت اه ناقصة انه اه عديد من اللاعبين اللي ممكن ناقصين عادي جدا ان كنت تكون عندك ثمانية شهور مرتاح عادي جدا كنت ترجع الفورمان بتاعك مختار بتتعرف شي هذا عادي غير ان كنت بجي بلعب كمبيتيتيف بالنسبة لي انا اه كنا واثقين من الخدمة اللي قاعدين نخدمه فقاعدين الفريق قاعد يتطور اه لكن فما حاجات اساسية لازم تتوفر ان شاء الله نتمنى ان انا بعد اخرجت تتوفر في اتحاد بنقردين باش اللاعبين اذوما يزيدوا يكونوا مرتاحين اكثر بعد ما اخرجت مختارة رابلسي البديل من متوقع يكون اه محمد علي معالش لكن اتصلنا بيها محمد علي قول حتى التوم زلت في السعودية اه الرغبة موجودة لتدريب باتحاد بنقردين فريق خدمت معاه ونجحت في التجربة اه في قادم الساعات ان شاء الله توضح الامور ما زين فهم حتى شي راسمي لكنه يبدو انه هو الاسم الاقرب لتدريب باتحاد بنقردين شنو رايك في في الشواء هيفا والله ايمن نجمش نقول لك شنو راي في الشواء انا من عرش شنو لا تنقول لك عليش خطرت وكي تقول لي الشواء مثلا عنده خير منه هما دي كونديسيان شوف هو تو عنده الحق كوزين انتين محبش احكا فما برش انقسامات في ميقردين من الهيئة السابقة والهيئة الحالي جواريت مقرفة يش تحبو يعمل لانترنير هو لانترنير تعرف شو عن التونسي هذي اللي ترانجي الى بتوني الى كردوس ولا غير ما يتخلش هلمول هذي تخلش هلمول هذي هذي توسي فاخر الدين عنده دي سيانس دون تريمون بعد لانترنير ما ميسيلش وارجعوا بروجيه سبورتيف وقاعد يقنع في الملعبية كل يوم على خاطر انتي وقت اللي تجي قبل ستا تونيزيان ومتعملش دي سيانس دون تريمون شنو ذنبو لانترنير عملك ما تشتاول الحقيقة هذي مش موجود مع مهار كان زاري فسا تونيزيان يكيب منظمة يكيب من هيكلة يكيب من هو قال لك رغم الظروف هين عملت سيفري يزم يخدم الديفونس بتاعه على خاطر يعرف بش انتي تعمل اوتوماتيزم حدشنا جواري جديد صعيب وصعيب وصعيب فين في الظروف اللي يعانيه برشا جوارات خلطة روتار فما جوارات ناقصة كي ما شوفوا اليتوال زينا نفس الشي تقريبا اليتوال ضحيات كي خرج باريكزامبل الدو وجه المكشف شنو تغير في اليتوال يعني انا اليوم كي يخرج باريكزامبل فاخر الدين وجي باريكزامبل معال شنو بشي تغير يعني شنو اللي هو مدربته ونسي عارف يتعلم تعرض النفسية ولا ولا ذيكا ما تأمنش بيها والله انا ما نحبش نحكي برشا كلام كي ما تشوف طوما باريكزامبل ما شليتوال والسيابي بش تقول فما انترنر بش يكون عكوتي علاش بش هزة الانترنر كما كنت انتي تغير يعني المشكلة تع المسؤولين ولا الفيسبوك يحطها في المدرب انا نقول شوف روباه المسؤول كي يخش للروح ويعمل توكريتيك ازالي الروح يقول انا فاش غلط انتي في الاخر شكول يزاك تير فتيرا لا المدرب ولا المسؤول ولا الجمهور هم اللي منعبين والله تعرف عليها ما عادش ثم مسؤولين صحاح انا ديما نقول جايوا لشانس اني وانا صغير خدمت مع مسؤولين كي ما شريف بالامين وسيفاريد عباس وحمود ابن عمار وسي كماليدير وسعيد ناجي يعني اه عشت مواقف المدرب كان في وضعية صعبة جدا مع الجمهور وتشوف معنت هالمسؤول كيفاش يخرج ويقول رو المدرب بش يقعد ورن نقرر ونعرفوش قاعدين نعملو طولت جماهير تحق جماهير تحط المدرب جماهير تنحي مدرب يدي مش هكيك يا سي كاميل سي كاميل بش بش يكلوا في تولس بش بش تاكل عاول عطيك انتي ولاحظها وكل عام في الشامبيونات شوف انترونير يبدأ بدو بيت سيزون يجيب معطا يجيبوا جواريته معطا بحتيرامي الفاقر وينا نعرف راني القاعد شان وش نقول فما يجيبوا انترونير يخدم تحت ايديهم بجي يجيبهم لعبية تمشيش شوية هكي كما قولوا الريزولتات يجيب الكونترونير جديد قبل ديسمبر بش لعبية تاكل وتواكل وتجيب فلان وصمصرة تاكل يعني نعطيك انا بالنخر هدي هو اللي قاعد يصير علي تظهر جديده يجيبوا انترونير يعني ما يوكلش فخر الدير انترونير انترونير لا يجي اكلمك يا سي كاميل راني كل حاجة اقوله وليت انا برش حاجات انترونير يجي عندو لاجون بتاعه بش يجيب له جواريت بش يدب الراسه مبعد لازمو يتنحب بش لازمو يجي بانترونير بش في ديسمبر عاوتيك اللاجون ذيكي تايب الانترونير يودي هكي ايكي 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 كل عام هكيي ايكي وش كون دي ما تقام اللي فوستة تابلورة هذي كونو اللي قاعدين فما حاجة فسنين المزيل والله يبرلمو على هاد لحظة ذي مزيل وفما حد شي مزيل نحن حتى اجرائيا ما زلنا ما كملناش فسخ العقد كي ما قلت لك معناتها بالنسبة لي انا نعملو فترة تأمل فترة مراجعة للفترة اللي عاديتها في في اتحاد بن قردين نشوف الحاجة الاجابية واكيد الحاجة السلبية نحاولو كيفاش نحاولو نتاوروهم في تجاربنا القادمة وكوان محل محمد علي معه لشي جيكلة give me see والله كل جيفسك يوم من ازلة فاني وبروحة كين في صورة ما يوهم اللي عمل جلالات مخطأ حطيت يعني قعفة البناثة لا ما خليش عليها فخري صاحبو خاطر سدي يعطيك الصاحة شكرا لك فخر الدين خليك في اللخر كنت حب توصل ريسيل للاعاتحاد بينجردين ولا جميع المسيح سبع ليه نجمعي نجري هل مرويش بك فوزة مرويش أكيد كل التقدير والاحترام للهيئة السيارية التي حضرت لها البنك الداني لناس نظاف ناس من أعلى مستوى بالرسمي معنا تتعملت مع مع أخوات عملت مع ناس نظافت عملت مع ناس شفت منهم كان كان الباي معناتها صفات حلال صفة راحة أيمن شندول زادة الناس بالرسمي من أحسن للمسؤولين ومن أنظف المسؤولين تقابلهم في حياتك سي عمر مفتاح نحكي لك معناتها على هيئة السيارية معناتها من أعلى تراز ومن أعلى مستوى وأكيد نتمنى لهم كان التوفيق وتمنى لهم أنه في الموسم هذا تكون النتاج أكيد أحسن وتجربة كما قد لك معناتها نعتز بها برشا وكما قد لهم نتمنى لهم توفيق مرة أخرى شنو القدم أفضل لفخر الدين جالي شوز مركب ربي الله فاضل مركب ما تكلمتش سي واحد أم القبليك خليتك تيغوا راحتك أنتي ما تكلمتش ما تكلمتش طريقا يزمنا ما تكلمتش تفاضي لا الحقيقة لا الحقيقة تربي وأخليك فخري صاحبي ولعبت معه لا 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 أخي تعرفني حقاني أنا مش حقا أنا مش حقا حتى هناك رقمتها لانتع تونس نحن نجينا هناك شوفك مدرب خرجوا اليوم كديم أكتسمع كنا كلمة باي على المسئولين وكما قولوا أعطا حق فريق اتحاد بريدي بن قدين ما فيها باس حتى اليوم يستقيل مدرب حتى ما يسير نعملوه حتى في تونس هكشوفت عنا ديمان لنترون الريد ساكم على هكتفهم ما فيها باس كانوا يعملو له تكريك تحديث شكرا لك مختارة رابلسي شرفتنا بحثولك إذن ماروين أعطيك الصحة فخريديين مركة لو فيك والسطيف كاميل بل خلينا ماروين خالي نسكر ماروين خالي نسكر يمنش بيك اليوم ماروين حق ما يحط في طيقتين السود باكين جميش يمالو شكرا لأولاد الكلب فالإخراج رجبان تحييات إسلام المت